اشتركوا في القناة من مجالات علوم تكنولوجيا معلومات من هذه المجالات شبكات الـ Enterprise, Service Provider Security, Data Center Cyber Security, DevNet وبعد ذلك ايضا يوجد Collaboration ففي مقطع المنتحدث عن Service Provider والـ Service Provider مع السيسكو تبدأ بشهادة CCMP Service Provider لا يوجد شهادة قبلها سابقا وقبل سنة 2020 كان يوجد CCNS Service Provider وكانت جيدة جدا لم تكن ممتازة كأساس وتأسيس لتقنيات مزاودي الخدمات لكن في النظام ما بعد سنة 2020 متوفر مباشرة CCMP Service Provider من الجيلة تصل على شهادة CCMP Service Provider أنت محتاج شرطين لا يمكن التنازل عنهما وهي أقل شرطين تقبلها سيسكو لتقديم هذه الشهادة لك أولا أنت محتاج أن تجتاز امتحان Service Provider Core امتحان الكور وهذا كلام شاء حال حال باقي الشهادات السبع السبع نماذج أول سبع مجالات من العلوم مع سيسكو سبعة لديها CCMP وسبعة لديها امتحان الكور Enterprise Core Data Center Core Security Core والمتبقين واليوم لدينا Service Provider Core صاحب رقم 350-501 ماذا يحتوي الامتحان؟ هذا الامتحان قد يكون أضخم امتحان كور من سيسكو من الامتحانات الكور السبع ضخم جدا لأسباب كثيرة أولها عدم القدرة على الاستغناء عن التقنيات القديمة تراكمية التقنيات وإضافة تقنيات جديدة بشكل تراكم المستمر من دون إزالة قديمة يؤدي إلى تضخم مبالغ به بحجم المحتوى الذي يجب أن تدرسه وتتمكن منه من منظور السيرفز بوفايدر أنظمة تشغيل السيرفز بوفايدر وعلى رأسه قائمة نظام iOS XR الذي قد تراه للمرة الأولى في حياتك مع سيسكو من تدرس السيرفز بوفايدر هذا غير متوفر في باقي المجالات لا مع ال Data Center اللي هي NXOS ولا مع ال Enterprise اللي هي iOS XE نظام تشغيل مختلف وله قواعد مختلفة لازم تعرفها تقنيات جديدة تقنيات كثيرة ضخمة وصعبة ومعقلة يجب فهمها بالكامل تركيز عالي على NPRS NPRS LDP NPRS RSVP Quality of Service Multicast VPN مختلف تفاصل VPN Layer 3 Layer 2 كامل السيناريوهات Segment Routing على NPRS و Segment Routing على IPv6 وهو SR NPRS and SR V6 هذا كلها كلام تقنيات مستخدمة حاليا لكن تلحقك بعد تقنيات القديمة التراكمية اللي يمكن الاستغناء عنها ليش؟ السيرفز بوفايدر كمجال يزود الانترنت وخدمات الانترنت من ما يقارب أكثر من 40 أو 50 سنة ماضية بعض الشركات القديمة اللي تستخدم تقنيات من الثمانينات والتسعينات لا تزال بناها التحتية أو جزء من بناها التحتية يعمل بشكل طبيعي ومعتمد عليه من قبل الآلاف أو عشرات الآلاف من الزبائن وتصممه في ذاك الوقت على تقنية قديمة لا يمكن إزالتهم عاليا عملية الهجرة صعبة هم متغاضين عن هذا الموضوع بنفس الوقت هي تعمل فطالما تعمل يتركون التقنية الفلانية تشغل البنية التحتية فبالتالي أنت كمهندس محترف للسيرفيس بروفايدر ما ينفع أنه تكون سيرتيفايد بروفاشنال سيرفيس بروفايدر بالذات مثلاً مع سيسكو ومن تدخل إلى بيئة عمل معينة في شركة سيرفيس بروفايدر ما تعرف تتعامل ويالأندرلي انفرستركشور الخاصة بهم لأن تستخدموا شيء قديم ففي موضوع السيرفيس بروفايدر أنت عالق مع القديم وجديد ومن تدرس امتحان الكور حال حال السبع امتحانات الكور الماضية لازم يذكر لك من كل شيء يعطيك انطباع على كل التقنيات في العلوم الفلانية فبالتالي من أجل يعطيك تقنيات والطباع ونبذة مثلاً أو تخصص بسيط على كل تقنيات السيرفيس بروفايدر أنت راح تمر تقريباً على تقنيات عمرها من الأربعين سنة الماضية إلى اليوم كاملة لازم تعرف في امتحان السيرفيس بروفايدر كور وضخم النقطة الثانية قبل أن تبدأ بالسيرفيس بروفايدر أو بامتحان الاسفي كور بالذات هناك شيء يجب أن تعرفه المتطلبات قبل أن تبدأ المتطلبات الميليمم قبل أن تبدأ النولوج المهارات العلوم التي أنت محترفها قبل أن تبدأ بهذا الامتحان أساساً وتنظر للمتحان أو تخطط له ما لا يقل عن امتحان السي سي ني العام ميتين ثلاثمية واحد بامتحان CCMP Enterprise Core هي المنمم اللي بس تتعلمك شوية عن البنية التحتية والتصاميم وبروتوكولات الرابتينج والقليل من السويتشينج والإي بي سيرفززز إذا ما كنت محترفها بشكل محترم جدا للCCM والأنكور صعب جدا تبدأ بالسيرفز بروفايدر لا أنصحك نهائيا مهم الشهادات ممهم شون عندك من شهادة ممهم شون عندك من امتحان المهم عندك هذين الاثنين هما الأساس اللي ساتي اتوياهم علومك مع سوسكو نفسها قبل ان تبدأ بامتحان السيرفز بروفايدر كور امتحان السرفز بروفايدر كور بعدث تأخذ شهادة سيرفزينوس كو certifiade سبشالست و٣اري م 모든ور هذير حالها شهادة إذا ادمجتها لاحقا مع امتحان من الامتحانات لتي اريد اشرحها بعداشوي تحصل على ما يسمى ملوما سيرفزيف بعض السيرفز بروفايدر فتحصل الشهاداء الان اجتازته الامتحان وتحصل شهادة بونس إضافية إذا جمعت الامتحانين اللي هم شروط CCMP Service Provider من بعد أن تشتاز شهادة CCMP Service Provider أنت مجبر عن اختيار ما لا يقل عن واحد من الامتحانات بالأسفل صار عندك أربع خيارات بالمجمل سابقاً كانت ثلاثة في نهاية سنة 2023 Service Provider Cloud Network Technologies and Implementation تم إضافتها فقبل 2024 وقبل نهاية 2023 فقط ثلاثة امتحانات كانت موجودة فالآن أنت ممكن تسأل بما أنه صار فيها احتمال اختيار والكور على راحتي لا الكور لا يستثنى تبدأ بامتحان الكور تحترف امتحان الكور في مجال Service Provider يلا تلتفت إلى أحد امتحانات الConcentration عسل ما تنجح بامتحانات الConcentration الأربعة لن تصبح CCMP Service Provider من دون أن تشتاز امتحان SP Core لازم هذا كلام إجباري فالآن نسلم الموضوع ونعتبرك أساساً اجتازية Service Provider Core فبالتالي يجي السؤال شنو أساوي بعده واحدة من المتحانات الأربعة هو اللي أنت محتاجة ورح أبدي بتفصيل هذه الامتحانات Service Provider Routing Implementation هو امتحان تركيزي بالكامل على تكنولوجي الAdvanced Routing هذا هو يكافئ في جماعة الـ Enterprise ما يسمى بالـ Enterprise Advanced Routing and Services Implementation هذا هو المكافئ له اللي امتحان بالكامل بس راوتين وبس راوتين من منظور Service Provider ما يستخدم الـ Service Provider IPv4 IPv6 Routing تفاصل الـ OSPF v2 v3 ISIS BGP Multi Protocol BGP EGRP EGRP v6 وعلى هذه الشكلة كل شيء يجب أن تستغلع على نظام تشغيل الـ IOS XR كل شيء يجب أن تشغيل على IPv4 وعلى IPv6 كاملا كاد يصل إلى مستوى CCI Service Provider بهذا الامتحان هل هذا أهم مهم؟ هذا لا يمكن الاستغناء عنه هذا مديهي حال حال الـ NRC يعني إذا تقول CCMP حتى إذا تصر CCMP عن طريق أخذ واحد من المتباقيات العين عليك أنه لازم تعرف التقنيات المذكورة هنا الثاني هو Service Provider VPN وهذا هو نظرية الانترنت نظرية الانترنت بالVPN ولا يمكن بدون الVPN فهذا الامتحان تقريبا إجباري ولازم تمر عليه الامتحانين هنا ولا واحد بهم أهم من الثاني أو أقل أهمية عفوا من الثاني الاثنين بنفس الأهمية ولا يمكن التنازل عن الاثنين سوسكو اضطرت تصمم بها الطريقة لكن الطريقة كأنما غير موفقة الطريقة السابقة قبل 2020 على صعوبتها وعلى قساوتها والتركيز اللي كان بيها سابقا قبل سنة 2020 مع نظام CCMP Service Provider السابق أفضل شهادة CCMP Service Provider القديمة كانت تجبرك تشتاز أربع امتحانات كل امتحان موسوعة كاملة من العلم يلا تكملها أربع امتحانات يلا تحصل شهادة واحدة CCMP Service Provider كل امتحانة من الأربعة كانت ما علي شهادة ما علي باج ما علي ركوغنشين ما علي أي شيء يبلغ يكون أنت professional أو specialist صفر أربع امتحانات وعندك مدة ثلاث سنوات تكملها أو قبل تصير اكسبير الامتحانات الأربعة حتى تصير CCMP Service Provider لازم وهذا كان منطق لأن هذه الأربع امتحانات كانت تحتوي على راوتينج الادفانس راوتينج الVPN والادفانس VPN كاملا يلا تصل حاليا تم اختزالها إلى امتحانية تحويل الأربع امتحانات إلى ثلاثة جزء بالكور وجزء بالادفانس راوتينج وجزء بالVPN وهي هذا الوحيدة التي تسويك CCMP Service Provider هذه الحقيقة صح أنت مسموح لك تختار 510 أو 515 على مزاجك تدمجها مع الاسبي كور وتصير CCMP Service Provider لكن أصغر بيئة Service Provider تحتاج منك الامتحانات الثلاثة Service Provider كور راوتينج والVPN اللي بعد امتحانات جديدة تضاف للمرة الأولى في سنة 2020 لمجال Service Provider اللي هو Service Provider Automation يركز على مختلف الأدوات بالذات بالذات الامتحان بالذات يركز على تكنولوجي لنسو الNetwork Service Orchestration من السوسكو والنت كونف والبيثون والرس كونف كثير من التفاصيل فيما يخصه الشيء ممكن تأتمت وتطور نظام تشغيل آيو اس اكس آر هذا الامتحان بالكامل بهذا الشكل هل هو مهم نعم هل هناك بيئات تستخدمه في القارة الشمالية الأمريكية وفي أوروبا الكثير من المزودي الخنمات يستخدمون كل التكنولوجيات المذكورة بهذا الامتحان كلها محتاجية الانسو والمتبقين محتاجية المطورين اللي يتعاملون بشكل فريلانس واللي هم موظفين مع السوسكو ومع شركاءهم يحتاجون منموم هذا الامتحان بشكل كابل الامتحان مهم هذا الامتحان مهم جدا لكن في أي بيئة في كل البيئات لا مو في كل البيئات يعني هذا آخر أبشن هذا رفاهية إذا متوفر وإذا تعتقد تحتاجه في المنطقة الحواليك يلا تمر عليه لكن الاثنين هنا مو رفاهية لا لازم توفرها لازم تتعام على هذين الاثنين ضروري جدا هذا الشيء ضروري جدا الأخير اللي هو 300-540 Service Provider Cloud Network Implementation اللي هو الخاص بربط شبكات Service Provider مع تشغيل تقنيات Virtual على ربط Hybrid Cloud ما بين Public Cloud اللي هي الكلاود نفسها وال Private Cloud اللي هي شبكتك Service Provider On Promise عن طريق Hybrid Cloud بشكل إجمال هذا الامتحان جديد نعم قد يكون مهم قد يكون هناك تركيز عالي على التيرفور متفاصيل إضافية تركيز عالي على ربط شبكات أيضا الـ Hybrid Cloud عن طريق VPN Connections عن طريق مختلف الأساليب الممكنة من سايت و سايت VPN ملتي سايت مختلف التكنولوجي ممكنة على حسب الكلاود Provider اللي تتعامل معه وفقط عندك لربع امتحانات ما عندك شيء علاقة بسوليوشن هنا ما عندك شيء specific فقط الـ NSO هو سوليوشن براءة اختراع سوسكو خاص به مذكور بامتحان الـ SP Auto وقال للباقين ما يكونون ينركزين على سوليوشنز بحت من سوسكو مثل ما يصير مع الباقين يعني من تدروا CCMP Security وتشوف امتحان كامل على الـ Ice هذا برودكت من سوسكو امتحان على ESA امتحان على WSA وعلى هذه الشكل امتحان على FTD FMC اربع امتحانات على اربع سوليوشنز من سوسكو فقط ويا سوسكو تدرس وتتعب لكن هذا ليخاطر منتجات سوسكو ويا الـ Enterprise في امتحانات جنرال مثل Encore NRC Anoto لكن في امتحانات specific الـ Wireless بس على خطوط انتاجهم الـ NSLD جنرال أيضا لكن امتحان الـ SD1 على خطوط انتاجهم فقط على الـ SD1 الخاص بهم فهناك امتحانات product specific لكن ويا السيرفز بروفايدر هي اربعة واربعتها general معدل جزء الـ NSO لكن هي بالمجمل هي general فالتعب عليها يسعرك بمختلف البيئات الممكن الموارد فيما يخص هذا الموضوع سوسكو وتقريبا بآخر اكثر من عشر سنوات لا تقدم كتب في مجال السيرفز بروفايدر غريب جدا لا تقدم كتب في مجال السيرفز بروفايدر بتكتب ولا موجود على المكتبة ولا اي يكن النظام القديم الخاص بالأربع امتحانات للـ CCMP كان لديه تدريب رسمي وكانت الكتب الخاصة بالتدريب الرسمي تسمى student guide ولم تكن للبيع فقط من ضمن تدريبات رسمية ومع الشركاء شيء public ممكن تشتري بغض النظر عن قيمته حتى توفره لأي شخص وتتعامل مباشرة مثل ما يصير باقي الامتحانات ما متوفر هذه واحد اثنين مثل ما اللاحظ ثلاثة من أربع امتحانات بالوقت الحالي لها training رسمي وعبارة عن مقاطع فيديو من موقع سوسكو عن طريق هيئة تعليمية الخاصة بهم فقط هذا ممكن يكون مفيد لك ممكن تحتاج موارد أخرى أيضا خليها في بالك لكن على عن ذلك إذا أحتاج موارد أخرى فقد يكون من أفضل موارد تدرسه هو كتاب MPLS in the SDN era هذا الكتاب كتب عن طريق مهندسين معمارين في شركة جونيبر نتوركس يتناول كتاب كل تقنيات بداية من البي جي بي وصولا إلى وكذلك وما بعدها لكن التوبولوجي تحتوي على ما يقارب أربعين بالمئة من حجمها سوسكو آيو اس اكس آر راوتوس كل ما يطبق بشكل عملي ويشرح نظري على الجونيبر يشرح كذلك ويعاد على السوسكو خلال هذا الكتاب فلديك تستعبئة صفحة تجعلك محترف في نظرية الانترنت في الAMPLS VPN في السيجمنت رابتنج وأنواعه في تقنيات جونيبر على الانترنت وكذلك في تقنيات سوسكو على الانترنت فقراءة هذا الكتاب قد يكون من أفضل موارد للتحضير للسيرفيس بروفايدر بالإضافة إلى ذلك موقعنا أيضا قد يكون متخصص في مجال السيرفيس بروفايدر في الوقت الذي تشاهد أنت المقطع به قد تكون هناك كم كبير من المناج الخاصة بتقنيات السيرفيس بروفايدر باللغة العربية متوفرة أيضا على موقع تربيلينتوركينج دوت كوم سؤال آخر ممكن يكون مهم جدا هي سوسكو في مجال السيرفيس بروفايدر هي بس الأفضل الأكثر انتشارا مع سوسكو إذا أحترف السيرفيس بروفايدر على الآي اوس اكس او رح يكون موجود في كل مكان مثل ما يسير وياي بالانتربرايس الجواب لا سوسكو ليست رقم واحد بالسيرفيس بروفايدر ولا رقم اثنين قد تكون رقم ثلاثة إلى خمسة تتراوح بين هذه المراكز عالميا بسبب وجود جونيبر ونوكا المهيمينين جدا والمتمكنين جدا كأنظم التشغيل وكمنصات وقوة راوترات من جانبهم في مجال السيرفيس بروفايدر ومزولي الخدمات والانترنت هذا كلام واقع طيب قد لا تكون سوسكو رقم واحد بالسيرفيس بروفايدر في كم كبير من البقعة الجغرافية في القارات والدول لكنها موجودة تقريبا في كل مكان فوتبرنت موجود امتحانات هالها قيمة نعم اكثر شيء ممكن افكر بي يستحق الاستثمار في اجتياز السيرفيس بروفايدر او حتى السيرفيس بروفايدر لاحقا وين من اعرف في بيئة من المنطقة الحوالية شركة السيرفيس بروفايدر تستخدم اجهزة سوسكو بالذات نظام الـ IOS XR مو اي نظام ولا IOS XE ما يخص السيرفيس بروفايدر ممكن اني اشتغل اساسا في بيئة السيرفيس بروفايدر وقديق عن قريبة توظفت معهم واعرف انه موجودة الاجهزة والبيئات في دراسة واجتياز امتحان السيرفيس بروفايدر يستحق الموضوع فخلي في بالك ليس شيء عام تأخذ السيرفيس بروفايدر حتى تحصل على وظيفه وانت فريش او انت نهائيا مواصل السيرفيس بروفايدر مو بهذا الشكل الموضوع مع الـ Enterprise ويسوسكو بحث وكلام مختلف عن باقي المجالات مع سوسكو سوسكو جيدة جدا او رقم واحد بالـ Enterprise لكن ليس في المتبقين هذا كلام انا اذكر كنت سامعا خمس مرات من عندي سابقا فافهم وادرس دراسة جدول الموضوع قبل ان تخطي خطوة السيرفيس بروفايدر مع السوسكو كامتحان كنولوج لا يوجد علم زائد على الحاجته ولا يوجد علم عادي وفايدة تدرس وتحصل موارد للـ CCMP سيرفيس بروفايدر مع السوسكو ادرس لا تتوقف حصلت موارد CCI سيرفيس بروفايدر مع السوسكو ادرس لا تتوقف عسل ما يأخذ منك الموضوع 3 إلى 5 سنوات ما بيهم مشكلة ادرس هذه الدراسة مهمة جدا من تحس انه في فرصة لعلاقة بالسيرفيس بروفايدر امتحن الامتحانات اللي أنا وضحتها لك حتى توصل الى مرحلة الـ Professional مع سوسكو في مجال السيرفيس بروفايدر اتمنى ان يكون هذا المقطع واضح مفيد لجميع شكرا جزيلا لكم والتمنى لكم التوفيق